اهلا بكم مشاهدينا مجددا ضمن نقاش غرفة الاخبار تشرع العاصمة القطرية دوحة في استضافة معرض المنتجات الجزرية الذي يقام بدءا من اليوم وإلى غاية 26 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من الشركات الجزرية الحدث ينظم بالتعاون بين الغرفة الجزرية للتجارة والصناعة ناظراتها غرفة قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي وترويج المنتجات الجزرية حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 150 متعامل اقتصادي من الجزائر وقطر وهو ما يجعل هذا المعرض منصة مهمة لفتح أفق جديدة لتعاون بين البلدين في عدد اليوم نصر رؤية الجزائر لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتوسيع أفق التعاون مع دول الشقيقة وصديقة تنشيط العلاقات وتشجيع الاستثمار وفرص الشراكة ونصدف هنا في البلدوى دكتور حسين بن العالية الخبير الاقتصادي أهلا بك وشكرا على قبول الدعوة شكرا لكم على الدعوة بارك الله وفيك وفيك باركة وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني يقوم برفقة وفد من المتعاملين الاقتصاديين على رأسهم رئيس مجلسة جديدة الاقتصادية كمال مولا بزيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة كيف تقرأ هذه الزيارة ومصارها في تعزيز العلاقات بين الجزائر وقطر؟ إذن شكرا لكم أعتقد أن العلاقات الجزائرية القطرية أخذت تطور كبير منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لسؤتة الحكم أعتقد أن قطر اليوم صارت شريك أساسي للجزائر شريك اقتصادي خاصة في كل المجالات تقريبا لها إذن استثمارات في الجزائر وتنوي بناء مشاريع استراتيجية ذات بعد استراتيجي تخدم إذن مصلحة الجزائر مشاريع أعتقد أنها أخذت تطور كبير في الإنجاز علاقات الجزائر مع قطر هي علاقات سياسية قبل أن تكون اقتصادية هي علاقات تعاون جيو استراتيجي بين الدولتين الجزائر وقطر تمثلان تكتل اقتصادي وسياسي هام تشهد تطور كبير من سنة إلى أخرى إذن معرض المبادرة التي قامت بها إذن غرفة جزائرية للتجارة ونعتقد أنها مبادرة جد هامة تأتي في مصار التعريف بالمنتوج الجزائري في الدوحة يشاهد هذا المعرض أو سيشارك في هذا المعرض قرابة 150 شركة بين الخاصة والعمومية وبالتالي إذن هذا اختبار للشركات الجزائرية للتعريف والتشهير بمنتوجتها في أهم دولة في الخليج وبالتالي إذن سيكتسي هذا المعرض عدة اتفاقيات بين هذه الشركات وشركات أخرى قطرية وعالمية سيتمخذ من خلاله إذن عدة اتفاقيات تجارية قبل الحديث عن هذه الاتفاقيات التجارية التي ستتمخذ عن هذا المعرض المقام في قطر يعني هذا المعرض المنتجات الغذائية المنتجات الجزائرية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة هو الأول من نوعه ويضم أكثر من 150 مؤسسة جزائرية بين عموية وخاصة هذه المنتجات المؤسسات تعرض منتوجات غذائية صناعية وحرفية تشتهر بها الجزائر في الأسواق الدولية يعني كيف تعرف هذه المنتجات الجزائرية السوق القطرية إذن لا يخفى عليكم أن المعرض بحد ذاته أي معرض كان هو للتعريف بمنتوج معين سواء محليا أو دوليا وبالتالي هذا المعرض يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجزائر كون أن السوق القطرية سوق واعدة سوق عالمية قطر لها مكانة تجارية عالمية وبالتالي إذن مشاركة أو إقامة معرض للمنتجات الجزائرية في قطر ذو بعدين البعد الأول للتشهير بالمنتوج الجزائري في دولة قطر والخليج بصفة عامة دول الخليج بصفة عامة بحكم أن هذه الدول لها سوق استهلاكية واسعة وبالتالي إمكانية التسويق لهذه الدولة الشقيقة من جهة والدول المجاورة لها وبالتالي إذن يكتسي بعد استراتيجي البعد الثاني هو إمكانية إقامة شراكات من أجل تحويل أو تبادل الخبرات بين الشركات القطرية والشركات الجزائرية كل في مجاله وبالتالي إذن هذين البعدين جاء في فترة جد هامة جدا وهي أن الجزائر حسب خطابات رئيس الجمهورية تريد توسيع توسيع الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم خاصة تلك الشقيقة والصديقة نعم زيادة على المعرض المقام في قطر سيشرف وزير التجارة طيب زيتوني على افتتاح منتدى العمال الجزائري القطري ما دور هذا الأخير في ربما تعزيز التعاون بين البلدين إن وزارة التجارة وأعتقد أنه المنتوجات يعني كل القطاعات معنية إذن قطاع الصناعة معنية قطاع الفلاحة معنية وبالتالي إذن كل القطاعات معنية بهذا الحدث الهام وبالتالي إذن أعتقد أنه هذا المعرض أو وزارة التجارة تلعب دور أساسي وهام في إقامة هذا النوع من المعارض خاصة يعني غرفة التجارة والصناعة وبالتالي إذن وزارة التجارة ستقيم أعتقد أنها ستقيم عدة معارض بهذه الأهمية ليس فقط في قطر وإنما في كل دول العالم وفي كل أسواق الهامة عالمياً ستقيم معارض في الولايات المتحدة الأمريكية حسب معلوماتي ستقيم معارض في بعض الدول الأوروبية في روسيا إلى حركة حتى كذلك في جنوب إفريقيا في جنوب إفريقيا نعم وبالتالي إذن وزير التجارة مشكور بهذه المبادرة التي قلت لكم تكتسي هدفين أساسيين الهدف الأول هو التعريف والتشهير بالمنتوج الجزائري الهدف الثاني للتعاون الإيجابي بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها العالمية في تطوير المنتوج الجزائري كما ونوعا نعم أستاذ دكتور بن علي كما قلت أنه فتح سوق بالعاصمة القطرية فتح الجزائر لسوق المنتجات الجزائرية بالعاصمة القطرية هو ضمن المبادرة الاستراتيجية لتعزيز صادرات الجزائر وفتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي هل يمثل هذا خطوة لنجاح المشاريع المشركة بين البلدين؟ الجزائر وقطر أصلا كل مبادرات التي تقام بينهما ناجحة إذن أعتقد أنه أولا فيما يخص الاستثمارات القطرية بالجزائر كلها مشاريع ناجحة وكلها مشاريع ذات بعد استراتيجي يعني قطر اليوم تمثل الدولة الشقيقة الأخت للجزائر بحكم أنها تقاسمها في التوجه الاستراتيجي للاقتصاد لأنه اليوم قطر ماذا تعمل؟ أنه يعني تساعد تساهم في بناء قاعدة اقتصادية صلبة خاصة في مشاركتها في إقامة مشاريع مثلا فيما يخص الحديد والصلب وهو قاعدة إقامة كل الصناعات مساهمتها ومساعدتها في تخطي إذن ما يسمى بالأمل غذائي في إقامة مشاريع ذات بعد استراتيجي في الحليم واللحوم بمختلف أنواع إلى آخره في الجزائر إذن قطر تقوم بمشاريع هامة جدا على غرار بعض الدول التي تبني مشاريع بسيطة وبالتالي إذن التوجه الجزائري القطري إذن توجه هدفه إقامة قاعدة تعاون سياسية واقتصادية مبنية على الشراكة الإيجابية الشراكة رابح بين الدولتين الدولتين دكتور بن عالية إذا تحدثنا عن الإضافة التي تقدمها المشاركة في المعارض الدولية خارج الوطن بصفة عامة يقول الخبراء هذا الإجراء يسمح بتوقع اتفاقات وعقود تسويق واستيراد منتجتنا بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين عبر العالم لكن تنظيم المعارض الدولية في الجزائر أكثر نفع من تنظيمها خارج الوطن ما تعقبك؟ المعارض بصفة عامة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن هي إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني المعارض بمختلف أنواعها سواء كانت صناعية، فلاحية، سياحية، ثقافية إلى آخره تهدف إلى أولا التعريف والتشهير بما تزخر به تلك الدولة من مقومات في كل المجالات من جهة من جهة أخرى كل معارض على جانب الهامش المعارض تقام أو تعقد اتفاقيات بين الشركات في مجال اختصاص ذلك المعارض إذن أتفائل بإقامة أو عقد عدة اتفاقيات شراكة بين الجزائر أو الشركات الجزائرية كانت خاصة أو عمومية في مختلف المجالات مع ناظراتها القطرية سواء كانت قطرية جنسية قطرية أو عالمية في مجال أو في إقامة شراكات في تطوير المنتوج أو المؤسسة الجزائرية بشكل عام كما ونوعا وبالتالي إذن هذا ما يعني ينقص أو هذا هو الخلل الذي يجب تداركه من طرف بعض المؤسسات الجزائرية وتطويره من طرف المؤسسات الأخرى الناجحة وبالتالي إذن أي معرض كان يهدف إلى إقامة تعاون وشراكة تعاقدية بين الجانبين نعم وزير الفلاحة والتنمية ريفية يوسف شرفا كان قال في مناسبات سابقة أو أكد على أهمية تنظيم معارض الانتاج الفلاحي والنفس الأمر بالنسبة لمختلف المنتوجات الجزائرية لتسمح بإبراز القدرات الجزائرية للجزائر وحتى تنمي أفاق التصدير في دول الخارج يعني فيما تتمثل أهمية خلق جسور تواصل بين المتعاملين الاقتصاديين لتصدير منتوج المحل خارج الوطن أعتقد أنه حاليا رئيس الجمهورية يسعى إلى أولا تحقيق الأمن الغذائي والتالي هذا المطلب لن تحقق إلا بالتعاون الجزائري للأجنبي خاصة في نقل التكنولوجيا في نقل التقنيات الخاصة بتطوير القطاع الفلاحي يعني بصفة عامة نقل المنتوج أو تصدير المنتوج المحلي إلى خارج وزارة الفلاحة حاليا تسعى بكل طرق خاصة بإقامة معارض سواء داخل الوطن أو خارج الوطن للتشهير بالمنتوج الفلاحي الجزائري من جهة للتشهير كذلك بأهمية الجزائر في الاستثمار الفلاحي إذن وبالتالي في عديد من الدول كانت لا تدرك بأهمية الجزائر في هذا المجال صارت اليوم تدرك أن الجزائر قد تكون أكبر قوة فلاحية زراعية في العالم وبالتالي مجيء عدة مستثمرين أجانب لجزائر من أجل الاستثمار الفلاحي جاء عبر هذه المعارض عبر هذه الندوات المقامة بالخارج جاء عبر سفاراتنا بهذه الدول من أجل نقل خريطة الجزائر في المجال الفلاحي وطلب أو الاستعداد لكل تعاون بين الدول من أجل تطوير قطاعنا الفلاحي اليوم وزارة الفلاحة ذاهبة في استراتيجية جديدة للنهوض بهذا القطاع وتحقيق سنة فلاحية رائدة وأعتقد أن هذه السنة بحكم الاستعدادات خاصة في مشروع قانون المالي لسنة 2025 والحوافز الجبائية الكبيرة للفلاحين والمستوردين في المجال الفلاحي ستكون قفزة عملاقة للأمام في تطوير المنتوج الفلاحي خاصة المنتوجات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني نعم هي قفزة نوعية هل هذه المشاركة تعتبر ترويج لإنتاج الوطني القبل لتصدير خصوصا إذا شفنا أن المنتوج الجزائري يتميز بجودة عالية في كثير من الأحيان المنتوج الجزائري من أحسن المنتوجات في العالم خاصة الطمور والقمح الجزائري ومختلف الخضر والفواكه الجزائرية وكل المنتوجات الصيح خاصة المنتوجات الفلاحية وبالتالي إذن هذا جاء عن طريق تلك المعارض عن طريق ذلك التعاون الذي خصصته الجزائر في كل دول الصديقة والشقيقة لها وبالتالي إذن التعريف بالمنتوج الجزائري اليوم نلاحظ مثلا في أوروبا الشرقية الطمور الجزائري مطلوب جدا وبالتالي اكتسح السوق الأوروبية خاصة أوروبا الشرقية وبالتالي إذن نفس الشيء بالنسبة للمنتوجات الأخرى التي لقت رواجا كبيرا في الأسواق العالمية وبالتالي أعتقد أن هذه المعارض ساهمت بشكل إيجابي في التشهير للمنتوج الجزائري الذي أصبح مطلوب جدا في الأسواق العالمية نعم بما أننا نتحدث عن المعارض وترويج المنتجات الجزائرية هل المعارض الدولية هي بوابة للمنتجات الجزائرية نحو العالمية؟ بطبيعة الحال خصوصا المعارض الأجنبية الدولة التي لا تقيم معارض لن تستطيع تسويق منتوجاتها هي طريقة جديدة لتسويق المنتوجات من جهة من جهة أخرى طريقة لعقد اتفاقيات الشراكة لإقامة علاقات اقتصادية علاقات التعاون بين الشركات في ما بينها علاقات لعقد اتفاقيات علاقات لكسب شراكات جديدة علاقات للاستحواذ على أسواق جديدة إلى آخره كلها تأتي عن طريق إقامة المعارض إذن المعارض لها بعد اقتصادي هام جدا وبالتالي يجب تشجيعها سواء محليا أو دوليا أعتقد أن المؤسسات يجب أن تندمج بشكل إيجابي في هذه المبادرات وعلى الدولة أو وزارة التجار اليوم أعتقد أنها توفر كل الإمكانات لمساعدة هذه المؤسسات على إقامة أو المشاركة في هذه المعارض لأهداف تبني الاقتصاد الجزائري نعم دكتور حسين بالعليا سنوصل للنقاش في الجزء الثاني من هذه الحصة مشاهدينا فاصل وغنوى سهلا ترجمة نانسي قنقر